بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك أما بعد فقد كثر السؤال ولا سيما في هذا اليوم عن عيد الأم ما يسميه الناس عيد الأم وعن حكم هذا في الشريعة الفريق الذي يبدع ويضلل على الرائحة من بعيد هذا لا علاقة لنا به وكذلك الفريق الذي لا يغوص في أعماق المسائل ليصل إلى حقيقتها كذلك لا نحتاجه هنا فنحن لسنا بحاجة للسطحية لا من الطرف الأول ولا من الطرف الثاني وكذلك الإنسان المتساهل الذي لا يبالي بحلال وحرام وكل ما يعني يحل له يحله فأيضا لا حاجة لنا به قضية عيد الأم كنا نسمع ونحن صغار أن الكافرين من الأمم الأخرى نصارى اليهود كذا يعني عندهم عقوق الأمهات فهم يهتمون بأمهاتهم يوما في السنة والحقيقة هذا الكلام يعني ليس في الجميع لكنهم موجود إلى حد كبير يعني دور العجزة موجود منتشرة في بلاد الكفار يعني إنسان إذا لم يكن من أغنياء إذا كان من أغنياء الدنيا تخدمه الدنيا تخدمه عندهم أموال هائلة فيعيش في أسرة ويعيش في راحة تامة والدنيا كلها تخدمه أما إذا كان من الفقراء وكان ليس منتجا على حد تعبيرهم يقول ماذا يعني يأكل بلا فائدة مع الأسف هذا موجود جدا جدا فيقولون يتذكرون الأمهات فيها في يوم من السنة ولذلك كانوا يقولون لنا ولا سيما الخطباء من أهل السنة يعني لسنا بحاجة إلى عيد الأم لأن من فعله فعلوه من أجل بر الأم يوما في السنة نحن إذا كان بر الأم يوما في السنة فهذا مرفوض بلا شك أيضا الأمر الآخر الأعياد الدينية ثبتت وانتهت الأعياد التي هي من عاد يعود عودا يعني يعود كل سنة وهي مرتبطة بمناسبات دينية ولها شعائر خاصة كصلاة العيد والتكبير ونحو ذلك عندنا عيدان لا ثالث لهما أما باقي ما يسمى عيد يسمى عيدا مجازا ليس عيدا شرعا عيد المولد النبوي هو عيد مجازي يعني شيء يعود علينا بالخير ونتذكر فيه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام طيب هل هناك مانع شرعي من الاحتفاء بالأم في يوم معين من السنة لا يوجد مانع في الشريعة لأن هذا من البر هذا من البر وهو من الإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وهذا من المعروف الذي أمرنا به وضده المنكر فلا حرج ولا مانع من يعني إكرام الأم في يوم من أيام السنة ولكن على أن لا يكون فقط في هذا اليوم على أن تكون الأم مكرمة في كل وقت وحين النبي عليه الصلاة والسلام علمنا المقاصد وأن نهتم لا بالوسائل فقط بل بالوسائل والمقاصد يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام يهود تصوم يوم عاشورة فسألهم لماذا؟ قالوا يوم النجى الله فيه موسى قال نحن أحق بموسى منكم فصار يصومه النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن حلف الفضول الذي عقدته قريش في الجاهلية لنصة المظلوم قال لو كنت حيا لا يعني شاركت فيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمكارم الأخلاق وبالنسبة للبر وبالنسبة لأفعال الخير كان سباقا إلى ذلك فعلى هذا لا نرى حرجا ولا نرى بأسا في ما يسمى عيد الأم حسب الضوابط الشرعية طبعا دايما نقول حسب الضوابط الشرعية إذا كان هناك مخالفات فالمخالفات مرفوضة ومن كان عاقا لأمه سواء في الغرب أو في الشرق فهو لا يبالي بها لا في هذا اليوم ولا في غيره والعقوق مشترك على فكرة يعني والعرب تقول ماذا؟ تقول عن الضب إنه عاق وضربوا في المثل قالوا عقوا من ضب لماذا الضب عاق؟ قال لأنه يأكل أولاده فالعقوق يكون من الأب تجاه أولاده ومن الأم تجاه أولادها وكذلك من الأولاد تجاه أبائهم فهو مشترك نعم فمن كان من الأباء والأمات عقا فليهتم بأولاده لأن هذا يعني يخالف شرع الله سبحانه وتعالى الذي أمر بالإحسان وأمر بالعناية بالعيال وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي كما يقول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام فنحن ندعو الناس جميعا في هذه المناسبة وفي غيرها أن يرجعوا إلى مكارم الأخلاق وإلى بر الوالدين وإلى تلك الأشياء الحسنة المستحسنة ما أحببت أن تفعله مثلي يعني أنا لا أهتم بهذا كثيرا أنا لا أهتم بهذا كثيرا ولكن أفتل الناس حسب ما يسألون هل هناك مانع من هذا؟ لا ليس مانع لكن أمي أتصل بها وتكلم معها وأحسنيها ليس شرطا في هذا اليوم في أي يوم من أيام السنة يعني ليس عندي هذا يوما مميزا هو كسائر الأيام فالأم تكرم في كل وقت لكن أسأل عن من يريد أن يهتم في هذا مزيد اهتمام فلا حرج عنده وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم